من أين أتى ونشأ ونجم كل هذا الاستعداد للإستباحة؟ ونريد استباحة الدماء كيف يمكن أن يتكشف بعض المسلمين عن كل هذا الكم والقدر من الوحشية؟ استباحة الآخرين تبهوا الباب الأول الخطوة الأولى هي استباحة الكرامة استباحة العرض واخذوه معياراً لديكم إخواني وأخواتي لا أحسب أنه ينثني أو يفشل أو يلتوي بل هو معيار صارم فاعل ولابد من يفتح باب استباحة الآخرين باستباحة شيء من أعراضهم وكما قلنا غير مرة في مناسبات سابقة العرض لا يعني فقط ما يتعلق بالناحية الجنسية في الإنسان العرض أوسع من هذا العرض في تعريف الشرعيين واللغويين هو موضع ومحل الذن والمدح من الإنسان هذا هو موضع ومحل المدح والذن ما للإنسان إذا لو تهورت ووصفت رجلاً أو امرأة بغير بيّن بأنه كاذب أنت مسست بعرضه مباشرة انتهكت عرضه لازم أن تقول أنه زان لتصير قاذفاً مسست بشيء أكثر حراجة لا أن تصفه بأنه كاذب دجال مدّع مخادع كذا كذا أي شيء بغير بيّنة بغير دليل مباشرة أنت انتهكت عرضه وخالفت شرع الله على طول الخط وتعرّضت لغضب من الله وبيل طبعاً نحن يعني هذه الأشياء نستهلكها كذا مواعظياً للأسف لم ندعمها لم نوظفها تربويًا لم نحلها ثقافة بالعكس تقريباً إلا ما رحم ربي ثقافتنا الآن المعاصرة المعيشة هذه الثقافة في معظمها والعياذ بالله ثقافة إهانة وثقافة استباحة وثقافة انتهاك لكرامة الإنسان فطبيعي جداً من يفتح هذا الباب أنه يفتح الباب على الطريق الأسوأ والأرض الذي ينتهي بجهنّم طبعاً قبل جهنّم باستباحة دماء الآخرين رفع عصمة أو عصم النفوس المعصومة البداية من هنا لو كنا نعقل هذا ونفهم هذا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه البداية من هنا لا تساءل لماذا هذا الجلّاد بكل هذه القسوة لماذا هذا الحاكم الطاغي بكل هذا الإجرام بلا شك هذا حاكم طاغي ومجرم كبير وعليهم الله ما يستحق وهذا جلّاد جهنّم أمامه لكن انتبهوا كلنا شركاء في الثقافة التي أنتجت وتنتج هؤلاء ونحن أيضاً جلّادون وطلغاء على أقدارنا بحسب ظروفنا انتبهوا بعض الناس قد يكون جلّاداً وطاغوطاً أعظم من هذا بكثير هو كذلك كما أقول بتعبيري مع وقف التنفيذ لأن الظروف لا تساعده أعطيه سلطة ثم منظر كيف يتصرف والآن تستطيع أن تختبره اختلف معه في رأي ثم منظر ردّة فعله إذا استباحك مباشرة اعلم أن هذا طاغوط لكن طاغوط صغير من حسن حظ العالم أنه لا يزال صغيراً والأفضل له أن يبقى صغيراً بمقدار صغر طغيانه سيكون قلة عذابه في جهنّم غضب الله عليه تربية هنا المسألة التربوية ثقافية لا أريد أن أدخل في مقارنات وأقول لا يوجد ولم يوجد لكن النصوص الشرعية يا أخواني والأدبيات الإسلامية في هذا الباب ماذا أقول؟ أكثر من كافية لكي تجعلنا أناساً مختلفين تماماً عما نحن علي أكثر من كافية أكثر من كافية يكفي فقط أن نوظف هذه الآيات في خلق ثقافة أخرى ثقافة كرامة وتكريم للآخرين كرامة وتكريم للذات وهي الآخر تمنع كل سبل الإهانة لا يسخر قوم من قوم سخرية عسى أن يكونوا خيراً منهم تعملوا في هذا اللفظ الإلهي العلوي الكريم عسى أن يكونوا خيراً منهم أشبه بوعد إلهي هو وعد ووعيد مزدوج وعد للمسخور منه بالزيادة ووعيد للساخر بالنقصان هل فهمتم الآية من هذه الزاوية؟ والله يقشعر بذنين الآن قصم بالله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم وعسى من الله تحقيق كما قال ابن عباس إذا أردت أن تتحدث عن الماضي نعم ولابد أن تتحدث عن الماضي استنجاداً به في نخد الواقع وتشريحه وتجريمه ووجوب إصلاحه هكذا يكون الحديث عن الماضي له قيمة ودلالة بغير هيك لا نريد لا نريد سيكون مخدراً نخدر به أحضم أمة أكرم أمة أحسن لا 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 كنا كنا لا نريد مع كنا هذه يريد كيف نعود هنا نستنجد بالماضي فقط كدواء وليس كغذاء لا تحدثني عن ماضي 24 ساعة لا 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 حدثني ثلاثاً وعشرين ساعة عن حاضري وساعة عن ماضية هذا الغذاء هذا الغذاء الواقع وذاك الدواء بقدر بقدر ما هذا يعني نلم به شعف هذا الواقع ونرأب به صدوعه وفتوقه ونصلح أحواله وأخلاله للأسف تعلمون طبعاً لو أحدثكم عما تعيشون نحن نعيش ثقافة ترى أن العضل والقوة والصوت العالي والبطولة في أن تغزو ولا تغزى وأن تهين ولا تهان وأن تفعل ما هو هذا؟ ثقافة قروش أسماك القروش هذه؟ ثقافة سباع الغاب هذه الثقافة غير بشرية غير أدمية أصلاً غير محترمة مثل هذه الثقافة ينبغى أن نقولها بملء الفم غير محترمة خشوا على اليوتيوبات وعلى البرامج والفضائيات لا أتردد لحيظة في أن أقول ما تعيشون هو أيضاً جميعاً البرامج والحلقات والمشاهد اللي فيها السباب وإقذاع واتهامات بالعمالة وبالخيانة وفضائح جنسية وفضائح ملك مئات ألاف وحياناً مليون المشاهدات نحن نشجع هذه الثقافة نحبها نحب من يمتهى الآخرين من يفتع الآخرين من يسب الآخرين من يلعن آباء أمهات الآخرين من يطعم في أعراضهم من يطعم في ذمامهم نحب هذا نشجعه ثم نشتكي بعد ذلك لماذا يفعل بنا طواغيتنا ما يفعلون؟ لا سلام هم من هذا اللفق هم قطعة من هذا القماش ذاته ونحن بعوضهم فيه أيضاً ينبغي اللي يطرح هذا السؤال هذا السؤال أبله ويتباله على فكرة سؤال أبله ويتباله قضية واضحة ومعروفة لماذا؟ لنعرف من أين نبدأ ومن أين ينبغي أن نبدأ المهم أنا نحن نتحدث عن متلازمة المهانة وستشوف الأعراض كثيرة رتبت أكثر من عشر أعراض بشوفها فعلاً وبتلاقيها في الشخص هذا وهذا وهذا يعني مثلاً تتوقعوا أنتوا الشخص الذي يحرص على أن يهين الآخرين ويتقبل الإهانة أيضاً على فكرة أي شخص شوف هذه ما فيها كلام معادل لا تنثني أي شخص يحرص وعنده استعداد على إهانة الآخرين بسبب وبدون سبب ويحرص على هذا ويلتذ به ولا تنقشوا ولا تنقشوا فيها أبداً هو شخص عند استعداد أن يتقبل الإهانة صح ليس منك لأنك أصغر منه فاسمن لي فوقه قبلها مباشرة لك حتقول لي آه متلازمة المهانة وعلى فكرة تحدث عن المهانة ليس الإهانة ها ستقول لي ما الفرق عندك بين مهانة وبين إهانة باختصار الشخص الذي يهان كثيراً بحيث يبلع بعد ذلك ويعمل ميتابوليزم يتمثل للإهانات هذه يكون شخصيته ليس العضويات ميتابوليزم سايكيك يعني نفسي يتمثل كل هذه الإهانات ويبلور شخصيته ويبني أجهزته النفسية منطوب الإهانة ستقول لي كيف يصير هذا مجتمعات مجتمعات لأن الله يرحمنا ويرحمها بتغييرها مجتمعات إهانة يا أخوان والله العظيم بدء من الأسرة الكتاب الحضانة المدرسة الشيء إهانة إهانة هم عروف مش هنقول ليش وقلفت فيها كتب كثيرة كتاب حجازي المتخصص الإنسان المقهور والإنسان المهدور كتب نفسية ودراسات علمية ومحترمة هذه المجتمعات قهر وإهانة وبعد ذلك أيها الإخوة يبدأ أيضا مباشرة يتصرب بما لدي كل ينفق مما عنده كل ما عنده إهانة هو دائما كما قلت يتحين أي فرصة لكي يوجه الهانة للآخر المسكين هو ضحية أصلا هو ضحية طريقة أبو لكنه لا يدرك هذا هذا الشخص هل تتوقعون مثلا منه هذه سؤالي عشان متلازم يشوف أعراضها هل تتوقعون من هذا الشخص الهين المهين المهين أنه يشجع مثلا إيش البراعم يشوف واحد نابغة واحد واعد يشجع يعطي تجيير مستحيل هذا يحطم هذا وين يشوف أي واحد عنده إيه يعني كما يقال علامات نبوغ علامات عبقرية علامات ذكاء تفوق مباشرة سيضع العصي في دواليبه سيضع العقبات في طريقه سيحطم نفسيته سيحاول بأي طريقة أن يفقده الثقة في نفسه هذه المتلازمة متلازمة المهانة ستقول لي أيها وبعدين هو يوهين ويوهان معنىها مزدوجي الشخصية تماما طبعا مزدوج عنده ازدواجية ومتناقض ومبادعه ما في إنسان ينظر للإهانة والمهانة يقول لك يا حي الله بالإهانة أهينو أبد إلا أن يكون مازوخيا عاد إنسان مازوخي هذا شيء ثاني هذا الحراف جنسي مشكور طبعا في عالم الحرافات الجنسية بالذات لكن عمى الإنسان ينظر للكرامة والحقوق ويعيش عكس هذا تماما ويفعل عكس هذا تماما مزدوجي الشخصية المسكين عنده هذا الازدواج بتفكروا الشخص الذي عنده المتلازمة هذه يقبل بالتسوية بين أعضاء المجتمع أبدا هو شخص أصلا هو نفسه هو شخصيته كلمتين فرعون وشوكوكو هو نفسه فرعون وشوكوكو شوكوكو فرعون معاي ومعاك فرعون وضعاف احنا غلابة احنا رعية معاه ومعها الكبار شوكوكو هو بصير شوكوكو فرعون نفسه هو شوكوكو يا حبيبي وشوكوكو هو فرعون شخصية معتلة ومتناقضة ومزدوجة واضح؟ طبعا بتفكروا هذا الشخص المتلازم أيضا بكون حريص على التسوية أو تضييق الهوة بين طبقات المجتمع وبين الناس بالعكس هذا يكون حريصا جدا جدا أن يعيش الناس إما فرعين بعضهم والبعض الآخر ماذا؟ شوكوكوات يعيش بعض الناس كما قال جانجا كروسو مرة في غنى فاحش مطغن يسمح لهم أن يشتروا عباد الله اليوم نسمع عن تجارة الجنس الأبيض صح من سنوار طويلة بنباعن النساء الآن صنعين بنباعن نسمع الرجاء برضو بنخطفوا بنباعوا وفي ناس يشتروهم قال والله قبل فرد أيام واحد يستفتاني لكن الحمد لله أحب أن أحب أن أعصابي ويقول شاوبت جوابا شرعيا ولكن أنا أغلي في الداخل تستفتني في ماذا يا رجل تخذبونه على عقلي وعلى أخلاقي شيء يجنم أنه يعني سبع يبعوهم قال في الدولة الفضانية والدولة العلانية يا أولا لو كان هذه الدولة دولة مسلمة لا فاضحونا في العالمين لكن يوم همه اخطفوا البنات ويبعوهم ما حدا بتكلم حقوق الإنسان بتكلموش بس لبكاء الدولة عربية أو مسلمة لبهدرون في العالمين وهذه الدول ما شاء الله متقدمة يبعوا البشر الفترينات 20-30 ألف دولار ومكتوب عليه سعرها وهذه في مسكينة حية تتمايد وعليها سعرها تخيل هذا ما الذي يسمح به لماذا هذه المسكينة وصلت للدرجة هذه يقول لك بعضها أهلا أهلا بعوه أهلا بعوه يا أخي ليش تفاوت رهيب أصحاب متلازمة المهانة يسمحون بهذا ويحبونه والله العظيم ويعملون على توطينه وتأسيسه مأسسته الكرماء اللهم اجعلنا من الكرماء إلى الأحرار يبغضون هذا ويلعنونه ويلعنون من طرق إليه سبيلا ولو أقصر سبيل صح ولذلك ما قال روسو مرة ما أجمل ما قال قال لا ينبغي أن يكون التفاوت بين الناس بحيث يسمح لأناس أن يشتروا أناسا وللآخرين أن يبيعوا أنفسهم لهم قال هذا غير مقبول بالمرة صح غير مقبول أختم أخيرا يا أخواني بكلمة في يوم الأيام كاتبت السيدة الأولى في أمريكيا وكانت نشط سياسية واجتماعية مشهور جدا إلينار روزفيلت أنا إلينار روزفيلت تقول لا يستطيع أحد أن يرغمك على تحمل الإهانة ما لم تسمح بهذا أقول لكم تبهوا حتى لا ننخدع فقط أيها بالاقتباسات هذه المقبوسة هذه المقولة الصحيحة ضمن ثقافة أخرى تعمل في ثقافة أخرى في ثقافتنا لا تعمل قل لي ليش؟ لأن ثقافتنا هي التي أسست للإهانة والمهانة أنت بتعيش ثقافة في جميع طبقاتها الآن تعمل على هذا لذلك لا أنت لا تستطيع أن تنجو بأن تواجه شخصا لا تنجو إلا بعد أن تواجه ماذا؟ ثقافة وتؤسس لثقافة جديدة ثقافة الكرامة عواض ثقافة المهانة